اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اكد ان احتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلد المفدى حفظه الله ورعاه بالجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الامامية للتصدي لفيروس كورونا يمثلوا دافعا كبيرا لنا جميعا لمواصلة العمل بالوتيرة نفسها التي بدأت بها مملكة البحرين تعاملها مع مختلف مسارات مواجهة جائحة فيروس كورونا ووفقا للاعتزاز الملكي السامي بجهود العاملين في الصفوف الامامية فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمنح رتبتين استثنائية في الخدمة المدنية او ما يعادلها للعاملين بالصفوف الامامية في مواجهة الجائحة وأشهد سموه حفظه الله بالأدوار الكبيرة التي يقوم بها كافة العاملين ضمن صفوف الكوادر الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وإسهاماتهم في تحقيق النجاحات والإنجازات لمملكة البحرين طوال مراحل التعامل مع الفيروس معربا عن شكره لهذه الجهود المخلصة التي وضعت مصلحة الوطن والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فوق كل اعتبار مثمنا ما أقدموه من تفان في عملهم طوال هذه الفترة بما يحقق التطلعات المنشودة للمملكة في التصدي لهذه الجائحة